اتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زلينسكي روسيا باللجوء إلى ما وصفه بالرعب النووي والسعي إلى تكرار كارثة تشنوبل وذلك بقصفها محطة زابوريجيا النووية الواقعة في وسط أوكرانيا وقال زلينسكي أن روسيا هي البلد الوحيد في العالم الذي أطلق النار على محطات للطاقة النووية وأن ذلك يحدث المرة الأولى في تاريخ البشرية حسب تعبيره